حذرت صحيفة Wall Street Journal الأمريكية في تقرير لها من تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي وما تسببت فيه من دفع ملايين الأشخاص ضمن الفئة الأكثر فقرا على وجه الأرض إلى حافة المجاعة بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يخيم شبح ركود ودفع تكلفة تلك الحرب على العديد من المجالات والقطاعات في العالم والتي يعد الاقتصاد من أبرزها الكثير من المؤشرات يمكن ملاحظتها للتأكد من تواصل تلك الأزمة التي دفعت بمنظمة التجارة العالمية إلى أن تخفض توقعتها لنمو خلال العام الجاري بسبب تأثير الحرب والسياسات المتعلقة بذلك وهناك توقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية وقد عبرت منظمة التجارة العالمية عن قلقها من الأزمة الغذائية القادمة وأشرت إلى أن الاقتصاد العالمي سوف يعاني بشدة وأن الدول الفقيرة هي التي ستشعر بنقص الإمدادات من المواد الغذائية أكثر من غيرها في السياق ذاته تشير تقارير أخرى إلى وجود مخاطرة في قطاع الأمن الغذائي العالمي منذ سنوات إلا أن الأزمة الأوكرانية عمقتها فمنذ بدأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية حول العالم بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وهما دولتان تصدران وحدهما ما يقارب 20% من القمح العالمي بدأت تخرج التقارير الدولية من مختلف المؤسسات المالية والمنظمات الدولية الاقتصادية حول ما سيصيب الاقتصاد العالمي من انكماش عموما وما سيصيب اقتصاد كل دولة على حدا شكرا شكرا